نوفمبر 19, paper 3, variant 1, 12C السؤال الأخير يا جماعة السؤال عن الألفا والبيتا والجاما وخصائصهم بيقول لي ممكن تكلمني عن ما هي الألفا بارتكل والايونيزيشن أبليتي بتاعت الألفا بارتكل والبنتريتينج أبليتي بتاعت الألفا بارتكل من عناية ما هي الألفا بارتكل يا جماعة هي 2 بروتونز و 2 نيوترونز شبه مين؟ شبه الهيليوم نيوكليوس وليست الهيليوم أتم الهيليوم نيوكليوس تمام إيه أخبره الايونيزيشن باور بتاعته يا جماعة إيه هو الايونيزيشن قللنا جماعة أي سورسوف رادييشن بيطلع رادييشن كده الرادييشن بيبدأ ينترأكت مع الموليكيوز ويطير منها إليكترونز ينترأكت مع الموليكيوز ويطير منها إليكترونز العملية دي اسمها عملية ايونيزيشن إن الرادييشن يطير من الموليكيوز إليكترونز أو الأتومز إليكترونز معي دي اسمها Ionization مين بقى الاقوى Ionization الالفا جماعة تقيل وتشارج وبطيء وكبير عشان كده جماعة اعلى Ionization Power بتكون الالفا اعلى بالبتا والجاما طب بالنسبة للاختراقية الالفا جماعة ما بيعرفش يخترق البيبر البتا زي ما احنا شايفين الالومينيوم والجاما ليد لا ده الالفا ما بيخترقش الالومينيوم سوري اسف الالفا ما بيخترقش الورق معاه عشان كده جماعة البنتريشن بتاعته قليلة جدا هنقولها كالآتي يا جماعة ده لما نتكلم عن طبعا بالنسبة للبنتريشن الاختراقية لا يفهم اختراقية وضعيفة خالص 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 دي إجابة هذا السؤال عن الألفا بارتكول بكده نكون أنهينا هذا الامتحان نوفمبر 2019 Paper 3 Variant 1